مرديد من فصول حضور الدولة في تعز والمناطق المحررة على وجه التحديد حزمة من القرارات المتعلقة بتفعيل مؤسسات الدولة وتثبيت حضورها وقطع شك الأشكال المسلحة بيقين الدولة ومؤسساتها الفاعلة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أصدر أحد عشر توجيها بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في تعز ابتداء من استكمال دمج المقاومة في الجيش وحصم ملف معالجة الجرحة بالإضافة إلى فتح فرع البنك المركزي ومكاتب البريد والجوازات وتفعيل الهيئة القضائية وانتهاء بمعالجة رواتب المعلمين تلك أبرز الملفات الحساسة التي ظلت تمثل هاجسا مقلقا وضاعفت من الجروح المفتوحة لمحافظة تعرضت للإشتياح والحصار بسبب اختيارها طريق المقاومة من أجل استعادة الدولة ورفض هيمنة الميليشيا القرارات جاءت بعد طاولة مستديرة شملت الأطراف الفاعلة في المحافظة عقب لقاءات تشاورية مكثفة جرت في محافظة عدن بحضور المحافظ علي المعمر وقيادات اللقاء المشترك التي قدمت الطلب لرئيس الحكومة بهذه القرارات خطوة تلت قرار رئيس الجمهورية الأسبوع الفائت باعتماد موازنة للمحافظة والبدء بإزاحة المشهد المرتبك المتعلق بسؤال الدولة مع بروز بعض الكيانات الصغيرة والبدائل التي تنمو على حساب فراغ الدولة وبحسب متابعين فإن أبناء تعز كبقية المواطنين يرجون حضور الدولة كمضلة للجميع ويأملون أن تفضي هذه الخطوة إلى الحد من الفوضى الحاصلة التي تشكل عائقا أمام إدارات المؤسسات وتفعيلها وقربها من الناس ويومياتهم التي لا تنقصها المكابدة تأثير هذا الأمر على تحرير المدينة يبدو واضحا وهذا ما ستفصح عنه الأيام المقبلة إذا ما تعلق الأمر بالأثر المترتب على حضور الدولة بين المواطنين وتحديدا في المؤسسات الخدمية وحل الإشكالات المتعلقة برواتب الموظفين وملف الجرحة باعتباره ملفا بالغ التأثير ترجمة نانسي قنقر